البداية من المسار الأول إنه مسار الواقع العالمي لابد أن نعرف مجموعة من الحقائق سألخص الكلام بخصوصها الدول الكبرى التي تتحكم بهذا العالم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وضعت نظاما للتحكم بمصير العالم وتعثر هذا النظام حينما بدأت الحرب العالمية الثانية لكنه لم ينقرط لم ينطوي تعرض النظام الذي وضع بعد الحرب العالمية الأولى تعرض إلى عثاراته فجددوا هذا النظام بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبقي هذا النظام مستمرا قد تلغى بعض مفرداته بسبب تقادم الوقت لكن النظام بقي موجودا حدث له تجديد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي واستمر هذا النظام على حاله إلى وقت الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001 حيث أحدث فيه تغييرا إلى حد ما النظام هو النظام الذي أسسوه بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أحدث فيه تجديدا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وأحدث فيه تجديدا ثانيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وأحدث فيه تجديدا ثالثا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001 إلا أن النظام انتهى وتلاشى بعد نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عند بداية العقد الثاني 2011 عند بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين دخلنا في مرحلة جديدة وبدأت التجارب الأولى لهذا النظام في العديد من مناطق العالم على سبيل المثال ما جرى فيما يسمى بالربيع العربي في الدول العربية كانت تجربة بامتياز لتطبيق هذا النظام الجديد فالنظام القديم انتهى مع نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين يعني سنة 2010 ميلادي وبدأنا في مرحلة نظام عالمي جديد هذا النظام العالمي الجديد مضمونه الأساسي الهيمنة على العقول الهيمنة على العقول على عقول الشعوب أولا وعقول الحكام ثانيا في النظام القديم كانت الهيمنة على الحكام وليست على الشعوب والحكام هم الذين يهيمنون على الشعوب النظام الجديد يختلف عن النظام القديم إنها هيمنة على عقول الشعوب بالدرجة الأولى ثم هيمنة على عقول الحكام بالدرجة الثانية وإنما ينجحون في ذلك ينجحون في هيمنتهم على العقول النظام الجديد لا يريد أن يستعمر البلدان ولا يريد أن يحتل الأراضي وإن فعلى ذلك فليس لأجل احتلال الأراضي وإنما لأجل احتلال العقول فعينما يتمكن من احتلال العقول سينسحب من الأرض النظام العالمي الجديد الذي بدأت تطبيقاته الواضحة في حرب أوكرانيا حرب أوكرانيا نتاج لمعلومات مزيفة وصلت إلى رأس بوتين هذه هي الحقيقة أنا أنا لست بصدد الحديث عن حرب أوكرانيا لكن الذي يجري في العالم إن كان في أوكرانيا أو في المناطق الأخرى في كل القارات الكآبة العالمية التي بدأت تهيمن على الناس الغلاء مقدمات مجاعة الأوبئة أكانت بفعل فاعل أم لم تكن كذلك لكنها وظفت جزء من برامج النظام الجديد كل شيء يجري الآن يوظف لأجل هذا البرنامج النتيجة ستظهر في الهيمنة على عقول الشعوب أولا وعلى عقول الحكام ثانيا إنما يتحقق ذلك عبر التحكم بنوع المعلومات وكميتها التي ستصل إلى عقل الإنسان إلى الشعوب على اختلاف مستويات أبناء الشعب وإلى الحكام كذلك نوع المعلومات وكمية المعلومات قطعا مع التحكم بالحالة النفسية التي ستشكل المساحة التي تظهر فيها آثار تلك المعلومات أما الحالة النفسية فإنهم يتسللون لصناعتها عبر كل تفاصيل الحياة من خلال التكنولوجيا المعقدة التي غزت كل جزء من أجزاء حياة الإنسان من خلال التكنولوجيا المعقدة ومن خلال الإعلام المستبد هذا الإعلام الذي يكون ممتعا في ظاهره هو إعلام مستبد إنه يستبد بسلطته الدكتاتورية على العقول فلا يعطي مجالا للعقل أن يذهب يمينا أو شمالا إنني أتحدث عن الشعوب لا أتحدث عن المختصين وعن الذين يعرفون هذه الحقائق حتى هؤلاء حينما تصيبهم الغفلة وحينما لا يكونون منتبهين فإن الإعلام المستبد سيخضعهم سيخضع تفكيرهم لما يريد وبأسلوب خفي هذا الإعلام المستبد الذي يتسلل إلينا عبر البرامج الدينية وعبر الكوميديا وعبر السينما الفاضحة وعبر الموسيقى والأغاني وعبر البرامج الرياضية وعبر التحليل السياسي وعبر البرامج الثقافية المعمقة فكل منا له ميل إلى جهة من هذه الجهات وحينما يرتبط بمصدر من مصادر هذه المعلومات شيئا فشيئا يهيمن ذلك المصدر على عقله من هنا جاءت رسالة إمام زماننا إلى الشيعة قبل أن يهيمن هذا الدكتاتور المخيف الإعلام المستبد جاءت الرسالة من إمام زماننا عبر الميرزى مهدي الإصفهاني طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا العلاج هنا العلاج هنا هذا هو العلاج الكامل إذا ملتزمنا بنحو كامل وهذا هو العلاج الجزئي إذا ملتزمنا بهذا العلاج بنحو جزئي أعود إلى مسار الواقع العالمي فمن خلال التكنولوجيا المعقدة التي هيمنت على كل أجزاء حياتنا ومن خلال الإعلام المستبد والذي والذي تهيمن علينا ديكتاتوريته المغلظة والمشددة بإسلوب خفي بإسلوب ناعم تتشكل الحالة النفسية للمجتمعات وللأفراد ومن هنا تأتي نوعية المعلومات وكميتها التي تصل إلى الشعوب وتصل إلى الحكام أيضا عبر كل ذلك فإنهم يرسمون لنا يرسمون للشعوب برنامجا نتيجته طريقة تفكير ستتبعها الشعوب من حيث لا تشعر ويتبعها الحكام من حيث لا يشعرون وهنا مربط الفرس هنا سيمسكون بأزمة عقول الناس حينما يقدمون للناس من حيث لا يشعرون طريقة تفكير أسلوب تفكير عبر صناعة الحالة النفسية لهم من خلال التكنولوجيا والإعلام المستبت وعبر المعلومات المنطقات التي ستصل إليهم وبكميات ستغرقهم ألا تلاحظون أن اليوتيوب يعمل بهذه الطريقة فحينما تبحثون عن موضوع معين فإنهم سيغرقونكم بالكثير من التفاصيل عن ذلك الموضوع بغض النظر أكانت تلك التفاصيل نافعة أم كانت ضارة حينما يبحث الباحث في اليوتيوب مثلا عن شراء جهاز معين عن معلومات عن جهاز معين فإنه سيجد عددا هائلا سيصل إليه عبر الأيام القادمة في نفس الموضوع الذي بحث عنه ولو لمرة واحدة هذا مثال صغير وصغير جدا الحكاية معقدة ومعقدة جدا هذا هو مسار الواقع العالمي كل الذي يجري الآن والذي نشاهده على خشبة المسرح في الكواليس هو هذا الذي حدثكم عنه إنه برنامج للهيمنة على عقول الشعوب أولا وعلى عقول الحكام ثانيا قد تقولون لماذا الشعوب أولا لأن الشعوب صارت في حالة يمكن لها في كثير من بقاع العالم أن تغير الحكومات ولذا يجب أن يتحكموا بعقول الشعوب أولا وبعد ذلك يتحكمون بعقول الحكام ثانيا نذهب إلى فاصل عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل نفس الزكي عن صالح مولى بن العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليل عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجل عن الحارث بن المغير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان 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 هناك ملاحظات أثبتتها على هذه الورقة تخبرنا عن واقع تعامل الناس في زماننا مع المعلومات التي يتلقونها الملاحظة الأولى هناك عدم حفظ للمعلومات لماذا؟ لأن المعلومات موجودة في الأجهزة ولذا فإن خزانة المعلومات عند الناس فارغة فارغة من المعلومات لأنهم جعلوا خزانة معلوماتهم في أجهزتهم في جهاز الموبايل أو في الأجهزة الأخرى على اختلاف أنواعها أتحدث عن الأجهزة الذكية وهذه المعلومات التي تكون محفوظة في تلك الأجهزة معلومات قابلة للتغيير فحينما يعود إليها قد لا يجدها قد يجد المعلومة قد تغيرت المعلومة القديمة قد تكون مهمة له وقد تشكل نقطة مضيئة في تكوين شخصيته لو أنها حفظت في خزانة معلوماته الشخصية في دماغ الإنسان هناك مركزان للذاكرة هناك مركز للذاكرة الطويلة وهناك مركز للذاكرة القصيرة وتحديد مسار المعلومة إلى أي مركز تذهب يعود إلى الحالة النفسية للإنسان فحينما يحفظ الإنسان معلومة لأجل أن يمتحن في هذا اليوم لأجل الامتحان فقط فإنه سينسى المعلومة بعد الامتحان لماذا؟ لأنه حين اتخذ القرار من أنه يحفظ المعلومة لأجل الامتحان فإن المعلومة ستخزن في مركز الذاكرة القصيرة لكن حينما يحفظ شيئاً يريد يريد من حفظه لتلك المعلومة لذلك الشيء أن يبقى في ذاكرته دائماً لأنه مهم بالنسبة له فإن المعلومة بحسب هذا القرار ستحفظ في مركز الذاكرة الطويلة حينما تكون الأجهزة عند الإنسان بشكل تلقائي فإن الإنسان لا يتخذ القرار بحفظ المعلومات لمدى طويل فإن المعلومات ستذهب إلى مركز الذاكرة القصيرة وستمحى ستتشكل شخصية الإنسان في الجهاز نحن الآن في حياتنا اليومية إذا ما خرج شخص من بيته ونسى جهاز الموبايل يستشعر أن نصفاً من شخصيته وربما البعض يستشعر كل شخصيته قد تركها في البيت أليس هذا هو الذي يجري في واقع الحياة اليوم وكلما اشتدت الرابطة مع هذه الأجهزة كلما صار محتوى الإنسان خارج الإنسان صار موجوداً في هذه الأجهزة وقادمات الأيام أيام الروبوتات في السنوات القادمة القريبة سيفرضون على المدارس الابتدائية سيكون هذا أولاً في الغرب وبعد ذلك ينتقل إلى الشرق سيفرضون على المدارس الابتدائية أن يكون لكل تلميذ لكل طفل فيها لكل صبي وصبية أن يكون عنده روبوت في بيته لأن المدرسة لن تقبل حلول الواجبات البيتية إلا من خلال الروبوت فالتلميذ يعطي المعطيات لجهاز الروبوت وهو الذي ينجز الواجبات البيتية ويرسلها إلى المدرسة فإذا لم تصل الواجبات البيتية بهذه الطريقة فإنها لن تكون مقبولة لما ظهر جهاز الموبايل كان عند الأثرياء فقط عند رجال الأعمال عند كبار السياسيين الآن أصبح الصبية يملكون أكثر من جهاز الأطفال يملك كثير منهم أكثر من جهاز كذلك الروبوت فإن الروبوت قادم فما بقي من شخصية الإنسان لم يكن قد أودعها في جهاز الموبايل أو في جهاز الكمبيوتر فإنه لا بد أن يودعها في الروبوت الروبوت قادم في السنوات القادمة وهو مفردة من مفردات النظام الجديد كما كما قلت لكم النظام الجديد نظام الهيمنة على العقول فيما مر من الزمان كان الناس يبحثون عن المعلومة في مستوى الوليمة أتحدث عن المتخصصين وغير المتخصصين في كثير من الأحيان كانوا أيضا يبحثون بهذه الطريقة فيجمعون الكتب ويذهبون وراء المعطيات ولكن إن حسر هذا الأمر شيئا فشيئا مع نهاية القرن العشرين فبدأ الناس يبحثون عن وجبة كاملة ولا يبحثون عن وليمة مفصلة ثم انتقل الأمر إلى الساندويتش وبعد ذلك وصلنا إلى اللقمة الناس تكتفي باللقمة من المعلومات تريد حديثا في عدة دقائق تركوا الوليمة بتفاصيلها لكنهم ما تركوا وليمة الطعام تركوا وليمة العلم والمعرفة تركوا الوليمة بتفاصيلها وتركوا الوجبة الكاملة بتفاصيلها وتركوا الشطائرة الساندويتش وتحولوا إلى اللقمة وفي قادم الأيام سيفتتون اللقمة إلى أجزاء هذا هو الذي يجري إنها المعلومة السريعة المعلومة السريعة لا يستشعر الإنسان قيمتها حتى لو كانت مهمة فإنه يودعها في مركز الذاكرة القصيرة وستتلاشى وشيئا فشيئا ستكون خزانة العقل خزانة المعلومات فارغة الذي يتحكم بعقل الإنسان الذكاء الإصطناعي والمعلومات الموجودة في الأجهزة برنامج الهيمنة على العقول على عقول الشعوب أولا وعلى عقول الحكام ثانيا إذا نظرنا إلى الناس فإن الناس تحركهم الدعاية بغض النظر أكانت صادقة أم كاذبة الدعاية الكاذبة كاذبة أما الصادقة هي الأخرى ستكون سطحية فالدعاية الصادقة لن تكون عميقة لن تكون ثقيلة إنها تحرك الإنسان بصدقها السطحي في اتجاه ليس مهما وهذا هو الذي يحرك الناس الناس لا تحركهم الحقائق العميقة تحركهم الدعايات والدعايات أمر سطحي بغض النظر عن صدقها أو عدم صدقها فالدعايات الصادقة هي الأخرى ليست نافعة وليست مفيدة لأنها سطحية لأنها لا تشكل عمقا معرفيا في عقل الإنسان وذهنه ومعتقده الشلالية هي الأخرى هي التي تحرك الإنسان الشلالية مجموعة من الناس يجمعهم جامع سطحي كالعشائرية مثلا كالمناطقية مثلا كالذين يتفقون على تشجيع الأندية الرياضية كالذين يكونون من المعجبين بمغن أو مغنية أو 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 الشلالية هي التي تحرك الناس الآن فليس هناك من حماس عقائدي أنا لا أتحدث عن كل البشر أنا أتحدث عن الشيعة وأتحدث عن الشيعة الذين يصفون أنفسهم بأنهم متدينون لا شأن لي بغير المتدين فهناك الدعاية هي التي تحركه وهناك الشلالية هي التي تحركه وهناك القناعات الجاهزة السريعة قناعات جاهزة سريعة تأخذ من أفواه الرجال ومن أي رجال من رجال كل ما في عقولهم لا علاقة له بإمام زماننا يصدرون القناعات الجاهزة السريعة هم أنفسهم ليسوا مقتنعين بها لكنهم يجدون مصلحة في نشرها المشكلة كبيرة هناك العديد من الملاحظات سأغض الطرف عنها لأنني أرى الوقت يجري سريعا وبقيت عندي مطالب لا بد من طرحها كي تكتمل الصورة بين أيديكم أتعلمون أن الجيل الجديد من الروبوت بإمكانه أن ينشئ من عند نفسه خوارزميات الذي برمج الروبوت لا يتوقعها الروبوتات السابقة كان المبرمج يستطيع أن يتنبأ بكل ما يصدر عن ذلك الروبوت لماذا؟ لأنه هو الذي وضع الخوارزميات ويعرفها والروبوت ليس بإمكانه أن يتجاوز حدود ومساحة تلك الخوارزميات لكن الأجيال الجديدة من الروبوت برمجت بطريقة أن بإمكانها أن تنشئ خوارزميات ليست موجودة في أصل البرنامج وإنما يوجد في أصل البرنامج أن لها من القدرة أن تنشئ خوارزميات لم يكن المبرمج قد وضعها ولذا فإن المبرمج لن يستطيع أن يتنبأ بما سينتجه الروبوت من خوارزميات إلا على سبيل التخمين لكن لا على سبيل القطر فماذا أنتم قائلون هذا هو الواقع هذا هو الواقع الذي نعيش فيه الحصانة والمناعة والحماية حينما نلجأ إلى هذا البرنامج طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا علينا أن نأخذ المعارف منهم ومن طريقهم إنها بيعة الغدير إنها بيعة الغدير الحل كل الحل في بيعة الغدير ولذا فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة في الآية السابعة والستين بعد البسملة ماذا قال لنا الخطاب لرسول الله لفظا وهو لنا معنا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته النجاة كل النجاة هنا في بيعة الغدير حيث اشترط علينا رسول الله أن لا نأخذ التفسير إلا من علي وأن لا نأخذ الفقه إلا من علي وأن لا نأخذ الدين إلا من علي وأن لا نفكر إلا وفقا لبرنامج علي قد يقول قائل هذه ديكتاتورية هذه ديكتاتورية إلهية فماذا تصنعون بالدكتاتورية التي تهيمن علينا عبر التكنولوجيا وعبر الذكاء الإصطناعي وعبر الأجهزة الذكية وعبر الإعلام المستبد بأساليبه الخفية أية ديكتاتورية أفضل هذه أم هذه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس لا شأن لنا بالناس أشرقوا أم غربوا إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين كفروا ببيعة الغدير لقد كفرت سقيفة بني ساعدة ببيعة الغدير بحسبها وكفرت سقيفة بني طوسي بني نجاف ببيعة الغدير بحسبها نذهب إلى فاصل أعتقد أنني إلى حد ما بينت مقصودي من مسار الواقع العالمي وقد لاحظتم من أن الكلام يدور حول نقطتين التعليم والإعلام كل الكلام الذي حدثتكم عنه يدور حول هاتين النقطتين التعليم والإعلام